سايد المنصوري بينما المركز الثالث وصلت في معركة قدمتها جميل قطعت المسافة معركة في 13 دقيقة وثانيتين خمسة جزاء من الثانية راشد بن سعيد بمنانا في هذا المسار وهذه التحديات الجميلة مشاهدين متابعين الكرام تواصل عشواطنا في صباحي هذا اليوم مستمر في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل شكرا للزملاء على التواصل وها هي الانطلاق السابع تمت بعون من الله تعالى وتوفيق وشوطنا السابع الخاص بالثنايا القعدان المحليات الأصيل لأبناء القبائل في سباقي صباحي هذا اليوم نتابع معكم تواغ من ياتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وملكية تواغ لسيد محمد بن علي باللي قريني المنصوري وفي المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني المحمد بن سالم بالراشد بالرقراقي المزروعي مع صرناخ من ياتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث هناك من ينطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز جاهين لمبارك بالرقش من طبازة بن دودة العامري ووصل الغاوي ووصل الغاوي من الجانب الآخر ويزينه ويا غواه ينطلق إلى المركز الرابع لسيد حارب بن خالد بن حميد بن حارب لمهيري صاحب مياش أيضا ونقطة في صباقي صباحي هذا اليوم المركز الخامس هنا الصارم لسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري من ياتينا على المركز الخامس وفي المركز السادس يأتي الصاروخ الحمد بن عبدالله بن حمد القحطاني من ياتي على المركز في هذه اللحظات الخامس وينطلق إلى المركز السادس الله يلقى حطاني روح بهذا الأداء المركز السابع مشغل لمحفوظ بن خميس لينيبي من ياتينا على سابع المراكز في هذا الانطلاق روح يا بو ناصر بهذا الأداء الجانب أشغل هم مشغل لمحفوظ بن خميس لينيبي والمركز الثالث يتراجع شاهد أحمد بن سيد بن سالم النيودي ووصل مياس الحمد بن سالم بن حلوكة على رابع المراكز ولكن التحدي هنا التحدي بين الصارم وبين مشغل الصارم ومشغل مشغل والصارم في صراع للفوض للناموس والأربعمية متر الأخيرة وساحة الرقص هنا على الصدارة على المقادمة على المركز الأول الصارم الصارم لهلال بن سالم بن طراف المنصور من ياتي على الصدارة على المقادمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوط المركز الثاني مشغل لمحفوظ بن خميس لينيبي ولكن الصارم الصارم صارم على الفوض وعلنا موسى ولكن شاهين 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 قادم شاهين والصارم الشاهين 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 وشاهين كما أخبرتكم عنه هنا ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة تهانينة وسلام مدينة العين تهانينة الأحمد بن سيبسال من يالي المركز الثاني الشارم لهلال بن سالم الطرف المركز الثالث المشغل المحبوظ مقفز النبي المركز الرابع للسيد أيضا حمد بن سالم بن حلوك وفي المركز الخامس من يصل للسيد سالم بن مطر بن حاذة لاكتبه على خامس المراقز هذه هي النتائج مشاهدين ومتابعين الكرام للمراقز الأولى ذعناها على حضراتكم نعود مشاهدين الكرام وثلاثة دقيقة ثمانة وعشرين الآن وفاءا وتماما وكمالا تهانين ونموس سيد أحمد بن سي بن سالم من يالي على فوز تهين بالمركز الأول كما عودنا بالفوز وبن نموس المركز الثاني مشاهدين الكرام كان صارم لهلال بن سالم مطراف المنصوري في در التحديد لتساعة وعشرين الآن وفاءا وتماما وكمالا أما ثالثي الماركز